بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله بدي أطلب بدون مقدمات ما بدي أعطيك مقدمات أهم بجوز 10 دقائق في حياتك كاملة بجوز رب نباعتك حتى تحضر هذا الفيديو عشان تتغير حياتك 180 درجة بدي أعطيك بس كم من كلمة ممكن العلامة والعلامتين أنهم يأثرب معدلك بس فما بالك بالعشرين علامة والعشر علامات اللي بدي أعطيك إياها سليوم بدي أحكي لك عنه هي خطة الإنقاذ رقم 3 نجيل ل2007 سميناها خطة إنقاذ رقم 3 كان فيه 1 خطة إنقاذ 1 خطة إنقاذ 2 خطة إنقاذ هاي رقم 3 إن شاء الله راح تكون من نصيبكم سيد العزيز أنت هس في بدايات شهر 12 تمام بدي يومين من حياتك ما بعرف أنا متى أنت قاعد تحضر الفيديو بس أنا بدي منك من حياتك يومين أعطيني يوم جمعة ويوم سبت بس يومين أعطيني من حياتك أعطيني 10 ساعات بالضبط 10 ساعات يعني هم عدد الساعات الفعيلة هي راح تدرسها عدد الحصص بس أنا بدي إياك تدرسها على يومين أعطيني جمعة وسبت بدي إياك يوم جمعة هيك تكون ماسك كاسد جهوة حاطط لي 700 علبة بم بم جنبك كل إيش مشروب طاقة وإحضار أيش الفكرة من الموضوع أيش هي خطة الإنقاذ رقم 3 خطة الإنقاذ خلال يومين فقط فقط خلال يومين راح أختم لك مادة الفصل الأول كاملة كاملة أخليك تختمها وتروح على الامتحان إن الله راد تروح على الامتحان تجيب علامة بحياتك ما حلمت فيها طبعا كل اللي راح أعمله هسه هذا مجاني ولوجه اللاتحار مش طالب منكم ولا أي إشي أو حتى ممكن طالب شغلة واحدة منكم بس إنكم تدعو لي إدعو لي عشان راح أتغلبني كثير واصلا راح أتغلبني بكتابة الأسئلة والهذا والتصاميم والقصص ورح أدفع عليها كمان بس بطلب منكم إيش تدعو لي بالمقابل إنه بعد ما تخلص تحكي الله يسر أمرك يسر أنك تدعي لي هيكب من قلبك يعني إنه عن جد إنها تطلع من قلبك إنه والله أثرت ممكن إنها الكفيرة تغير حياتك هاي كاملة فليس خليني أحكي لك إيش هي خطة الإنقاذ رقم 3 عندك الوحد الأولى هذا الطلاب الأدبي الاخترانات الأسية واللغريتمية الوحدة الثانية يسمها التفاضل والوحدة الثالثية يسمها تطبيقات التفاضل عندك إيش يمعلم عندك ثلاث مواد على رأس الهرم هم الرياضيات ثم حاسوب ثم دراسات الدراسات والحاسوب يعني الصراحة مع اعترام الشديد بتجيبه يعني بتجي فيها فوق المئة والتسعين وإنت بتضحك هذا بحثي عن الأغلبية العظمة الرياضيات وللأسف الشديد للأسف الشديد تمام بحكي أنا مش طالع خوفك هاي مش تحكي له أستاذ أحبطني أستاذ أستاذ لا مش طالع أنا يدس الامتحان بعد 7 شهر 8 شهر طالع أحكي لك إنه الامتحان احتمال نسبة كبيرة من يكون صعبة فوق ما أنت متوقع رح يجيك يعني أعلى من الليبن اللي أنت بتخيله يا أستاذ طب شو بدي أعمل أنا مش فاتح المادة أنا مستواي ضعيف أنا يا أستاذ مستواي متوسط أنا ممتاز فيه بس بس جيبش الميتين شو مكان مستواك لو كنت صفر أقول لك تحت الصفر حضر لي هاي كهبة رح أشرح من أول وجدين بس خلال عشر ساعات الوحدة الأولى رح تأخذ مني تقريبا أربع ساعات بلس باينوس نصص صاعة الوحدة الثانية التفاضل رح تأخذ مني ساعتين فقط الوحدة الثالثة رح تأخذ مني أربع ساعات المستطيلات، المربعات، الإبصر، المشتقة الثانية، تطبيقات قصوى، كله هذه ساعتين، وهي ايش؟ أربعة ساعة لما تمسك ورقة الامتحان، أول ما تمسك ورقة الامتحان تحت الرياضيات، أول صفحتين كاملة أول صفحتين على هات عليها 75 علامة، تقريباً بلاس ماينس خمسة أكثر وحدة في كل هدول الوحدة عليها علامات هي الوحدة الأولى وأول ما تمسك ورقة الامتحان، أول صفحتين وإنت معجوق راح تحل هات فهي تأثيرها كثير كبير، طب يصد أنت كيف تشرح كل المادة؟ وتشرحها من أول جديد، مش راح تحل الأسئلة يعني أنت راح تشرح، يعني أنت راح تفهمني، بحكي لك آه، راح فهمك وراجعك المادة عساس أنك تروح تقدم تجريبي، وتجيب علامة كثيرة عالية، علامة أنت ما حلمت فيها مش نجاعد بعمل دعاية، عاملها لوجه الله بحكي لك مجاني، يعني راح تنزل هاي على اليوتيوب وحتى الدوسية بديش أدفعك حاجها، راح أعطيك إياها ببلاش، أحكي لك إياها أخد هاي الدوسية إياها بتطبحها، إياها بتطبحها على اللابتوب، وإنما بدك، بس يفضل إنك تدفع لك 15 كرش واتطبحها من المكتب هاي يا سيد العزيزي الاخترانات الدوسية عليها 75 علامة تقريبا، تقريبا أنا بحكي تمام، أول صفحتين، وأنت أول صفحتين راح تكون مرتبئك، يعني خايف لسه مش فايت بجوه الامتحان، طيب، أستاذ، أفهم من هذا الحكي، أنا طالب صفر، طالب أنا أو صفر صفر صفر، أو كنت قطاعة، تمام؟ شو أعمل، فهمني بالضبط، والله من عارف، بحكي لك يا سيد العزيزي بكل بساطة، بتحضر لي هدول العشر ساعات، تمام؟ ممكن يكون عندك درس أنت ضعيف فيه، لو أنت مش ضعيف بالدرس هاد، ممكن الوحدة الأولى أنت صلك زمان قاطع عنها، بجدارسها كثير منيح، ناسيها، براجع لك إياها، أنت بتحكي أربع ساعات براجع لك الوحدة، كل الأفكار، كل الأفكار، طب يا أستاذ، أنت كيف تكتشراها بأربع ساعات؟ وعال بطاقة شريحة بـ 15 ساعة، 20 ساعة، كيف؟ فهمني، بحكي لك سيد العزيزي على البطاقة منحل كل سؤال بالكتاب، كل سؤال بالكتاب التمانين، أسئلة سنوات سابقة، أسئلة إضافية، يعني على الفكرة الوحدة، على الفكرة منحط 15-20 سؤال، على الفكرة، طب هون شو بدك تعمل؟ بحكي لك على الفكرة الوحدة، بعطيك مثالين ثلاث، بس، طب هدولة كفاية وزيادة، أنا رح أفهمك، رح عشر العركية، بنتعمل هيك 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 على الباق نفسك ونفسك. بس نحن بالنشن نضل نعيد ونزيد نعيد ونزيد نعيد ونزيد. على الفكرة بأعطيك سؤالين 3 سؤالين 3 اربعة على كل فكرة على كل فكرة على كل فكرة وهذا اللي بهمني هاضا اللي بهمني انك تجيب العلام بالامتحان. بكرة انت على امتحاني نهايي فكرة هتقدر تحل كل الدوسيات? او تحل كل كتاب؟ في مليار سؤال جوا مليار. وفيه كتاب تمارين واسئلة صانوات واسئلة المكثف واسئلة مليون سؤال ما بتقدر وعندك يوم ولا يوم ونص ما بتقدر ما بتقدر تحل كل هذه الأسنة طب والحال بدك إشي يراجع شامل ويذكرك بكل الأفكار على سبيل مثال بكرة ده روح أقدم امتحان أتذكر أحكي آه والله يا زلم منبارح درست هاي هاي الفكرة آه كانت بالصفقة على القد لازم أعمل واحد اثنين ثلاث الامتحان شامل لازم يكون كل الأفكار برضو فيه فلما تجيك الفكرة بتتذكرها أما اللي بيصير معك تدرس لأول درسين ثلاث بتحللي ثلاثمائة سؤال على الوحدة الأولى والوحدة الثانية والثلاث بتحللي سؤالين سؤالين يعني انت بتضمن الوحدة الأولى أو الدرس الأول من الوحدة الأولى وباقي الوحدة بتشطبها بتشطبها شطق اللي أحسن مني هيك إنك تدرسها زي طيب أنا بدي أسر لك سؤال أنا بني أدم غبي أسر فاهمني الشرح بغني عن المادة يعني أنت جاييني بشهر 12 طالب عندك ضعف أو طالب بده مراجعة طالب ناسي طالب بده يتذكر كل الأفكار متذكر بالله فكرة توحيدة المقامات وأخذ العام المشترك بالتفاضل أنت بمهارات تفكيره عني لا مش متذكرها طب متذكر باللغريتمات لما تتجمع الحدود والصيغة المطورة والمصغرة متذكرها الفرض منذكره ممكن آه ممكن لا في أفكار كثيرة في المادة هل هي بزبط أني أرجع أحضر كل الفيديوهات أو أرجع أحل كل الأسئلة بالكتاب عليها ما معك وجه للأسف الشديد ما معك وجه وممنوع منعا باتا للطالب اللي جاعد بفكر ها من هسه عشان أقطع عليك الطريق من هسه الطالب اللي بفكر بحكي أنه على الفصل الثاني أندخلي كل يوم جمعة أحل في رياضيات فصل أول آه ممنوع ممنوع تحلي فصل أول طب ليش أسام ممنوع أحلي فصل أول عشانك ترسب ترسب بحد لأله بترسب يا لوح ممنوع تفتح فصل أول مع فصل ثاني ممنوع طب ليش هاده اشتقاق هاده اكتكامل عكس بعض هنا من نقص من القوة واحد شو مشتقت اكس تكعيب تلاتة اكس تربيع نقصت من القوة واحد هناك بزيد على القوة واحد وانا بشيري الثابت الثابت مشتقت صفر هناك بدي أخذ ثابت عكس بعض ما بزبط تدرسهم الإنجليزي بزبط عربي بزبط تاريخ حسوب كل المواد بزبط إلا مادة رياضيات عشان هيك هاي امتحانها بجهة الورقة الأول الفصل الأول بورقة لحالها وديك بورقة لحالها ما بزبط تشمج المادتين بعض طب أنا بشهر اثناش وأنا هسه ماكل هوا وانت بتحكيني انه ممنوع أفتحها طب شو بدي أعمل عليّ امتحانات تجربية عليّ بطيخ عليّ مليون مادة لسه عندي دين وعندي الإنجليزي مش فاهم ويا الله وين أروحي بحالك بحكي لك عطيني يومين يا زلمان عليّ عشرين بالمئة من المعدل يومين بس يومين وعد شرف وعد بعد إذن رب العالمين بعد إذن رب العالمين إذا ربنا كاتب لك إياه غير أخليك تجيب علامة بحياتك ما حلمت فيها سفكنا منك يا زلمان عاملها مجانة بحكي لك بديشي ما مش طالب منك إنك تشريها ويجي مجانة دروسها بس عطاك الدوسية ما بدي أخدها طب وين كم بدي أخدها الدوسية منك ما عطلي يا خير من الإستقرام اسمي عبد الرحمن قنبر عندي ربع مليون ربع مليون أو أكثر شوي والله من يعرف ربع مليون عندي صح حزرك فوقراس عبد الرحمن قنبر اكتب عليها يعني كل الأمور هناك تمام اللهم صلى على سيدنا محمد وين وصلت أنا آخر إشي طيب طيب الشرح بنجحني للأسف الشديد بحكي لك لا الشرح ما بنجح الشرح بيخليك تجيب معدل عالي جدا يعني طالب بده 120 بيخليه 150 طالب بده 170 بيخليه 190 طالب بده 190 بيجيب 200 طالب بده 200 بيجيب 200 يعني لهالدرجة ليبني الحلال كل الأفكار بالمادة بس مش راح حل ثلاثية سؤال عليها ثلاث أسألة على كل فكرة ثلاث أسألة على كل فكرة ثلاث أربعة أسألة على كل فكرة بس بس بشرط واحد بحكي لك اعمل هيك بتعمل روح يمين بتروح يمين روح شمال مط مط ما اسمحاش كلمة اوه ما اسمحاش بدك تزبط وتجيب معدل هيتركها علينا طبعا بتوفيق رب العالمين هذا كله بعد توفيق رب العالمين اذا ربنا رايب تمام ربنا مش رايب خاص انتهى الموضوع بكون الخير لقى لك هاي بحكي لك اعمل كذا بتعمل كذا اعمل كذا وبتعمل كذا وبعد ما تعمل بحكي لك عليك روح على امتحان تاعك امتحان التجربة اذا لسه ما قدمتوش روح امتحان التجربة وشوف يسيد العزيز اذا بتشوفه نفسه ولا لا طبعا راح يختلف رقام بيجي واحد زي مرة واحدة بال2003 والله كتبت الامتحان نفسه بالحرف اجا سؤال يعني نفسه نفسه يعني انا بحكي لك نفسه مئتين من مئتين فل على مكام اجا سؤال اختلف رقم والله بممزح 2003 الفين ترات اوه اجا سؤال اختلف الرقم بتحكي لي رنت علي بتعاتلني استاذ انت ما عطتني هذا السؤال بتحكي لي كاذي بنت الحلال ما عطتك ايه كان نهايات يوميتها بالعربي كنا نكتب افتح الصفحة الثالثة هي السؤال تحكي لأ هنا موجود 3x تربيع بالامتحان اجا 4x تربيع الله الله امتحان تاعك نفس الاشي اغير الالقام مفروغ منها الا اذا كان الاستاذ بدي انتقم منكم وانا هاي نوعية بكرهة انه ينطقم من الطالب عشان يفرد عضلاته يا فتجي بالله اسئلة الكتاب اسئلة الكتاب التمانين كثب الواقع تبدحش والله بمكانني ابدي حسه احط اسئلة اللي تكتبوا عند 30 سنة لقدام ما تحلها 30 سنة ما تحلها ما تبدح خاص اللي بعطيك هي اللي الموجود بالكتاب بعطيك مياه لا ما هو مقترح انه يجي زي هيك غيره فكري زي فيه عندما اليوم فكرة بالكتاب اذا كان الاستاذ بدي انتقم منكم زي هيك اذا بتسألش فيه بقدمه اد روحش بقدمه او او روح قدمه وتسألش فيه تمام؟ طب متى راح ينزل هاد بتاريخ 1-12 ان شاء الله راح يكون نازل تمام؟ راح ينزل وراء بعض كل الحصاص بش 1-12 راح ينزل يعني 1-12 اثنين اثناش ثلاثة اثناش لعبا ما ينقلصه عشر ساعات كاملات وبس يا سيد العزيز بس لله انك تدعي لي عليه تمام؟ وبس لله انه يغير شان راح يغير ان الله راد وهاي فرصة لأي طالب بده يراجع المادة من اول وجديد وهي طالب بش دارس المهدي بالمرة وهي طالب ضعيف وهي طالب ضايع يعني شو ما كان مستواك انت على هذا راح تستفيد شو ما كان مستواك ام راجع لك افكار المادة بخلال وقت قياسي تمام؟ عشان هي قسمها خطة انقاطلة وزاي ما بحكي بالنهاية هي كده المت الشهيرة هاي داكتوب هزا من كلمة اساس فينيتو سينيوريس لموزيكا وسيني سيفيرو اي ربيو باي ترجمة نانسي قنقر